اشتركوا في القناة وتعني الهايدروكربونات هي المركبات التي تحتوي على الكربون والهايدروجين ومن خلال موضوع الهايدروكربونات تم التعرف على المركبات المشبعة وغير المشبعة ومن ضمن المركبات المشبعة الألكانات سنحاول في هذا الدرس تسليط الضوء على كل ما هو خاص بموضوع الألكانات والتي تدعى تجاريا بالبرافينات الألكانات مركبات هيدروكاربونية مشبعة أي أن ذرة الكاربون قد تشبعت بالعدد الكافي من ذرات الهايدروجين حيث يمكن إبراز تكافؤ الكاربون فيها وهو التكافؤ الرباعي تحتوي الهايدروكاربونات المشبعة ألا وهي الألكانات أو البرافينات على آسرة تساهمية منفردة أو أحادية قانونها العام CNH2N زائد 2 ومن أبسط مركباتها هو غاز الميثان ألا وهو CH4 الألكانات مركبات لها خواص فيزيائية وخواص كيميائية بالإضافة إلى طرق التسمية الخاصة بها وفي هذا الدرس سنحاول تسليط الضوء على كل ما هو مخصص لهذه المركبات عزيز الطالب الألكانات هيدروكاربونات مشبعة أساس تركيبها ذرات الكاربون والهايدروجين والتي ترتبط معها بأواصر تساهمية وقانونها العام CNH2N زائد 2 حيث N يمثل عدد ذرات الكاربون الهايدروكاربونات أو البرافينات تشكل أفراد هذه المجموعة متسلسلة متشاكلة ماذا تعني عبارة متسلسلة متشاكلة؟ وتعني مجموعة المركبات الأضوية المستمرة المتشابهة في التركيب الأساس والقانون العام وطرائق التحضير والخواص الكيميائية والمتدرجة في أوزانها الجزائية وكذلك خواصها الفيزيائية والتي يختلف كل فرد فيها عن سابقه وعن لاحقه بوحدة بنائية هي CH2 سنحاول في هذا الفصل دراسة مستفيضة لجميع أفراد هذه السلسلة والتي تعتبر وحدة بناء أساسية لما تليها من المركبات الأخرى بدءاً بذرة كاربون واحد انتهاءاً بذرة كاربون رقم عشرة لاحظ عزيز الطالب أن من أبسط مركبات هذه السلسلة هو الميثان يليه الإيثان ثم البروبان ثم البيوتان ثم البنتان ثم الهكسان والهبتان ثم الأوكتان والنونان وأخيراً الديكان لو نلاحظ عزيز الطالب الصياغ البنائية والصياغ التركيبية لهذه المركبات بالإضافة إلى الصياغ الجزائية نلاحظ أن هناك فرق في كل مركب من سابقه وعلى حقه بمجموعات CH2 وتعتبر هذه وحدة بنائية تشترك جميع هذه المركبات بالصيغة أو القانون العام لها ألا وهي CNH2N زائد 2 تعال معي عزيز الطالب لتوضيح هذه الأمور وكيفية تسمية هذه المركبات كما هو موضح لدينا بالشكل الآتي لاحظ عزيز الطالب المركب الأول CH4 ويدعى بالميثان وهي ذرة كاربون واحدة المركب الآخر CH3 ويدعى بالإيثان وهنا ذرة كاربون رقم 2 المركب الذي بعده CH3 ويدعى ببروبان بروبان وذرة كاربون رقم 3 المركب اللي بعده رح يكون بيوتان CH3 CH2 CH2 CH3 بيوتان عزيز الطالب وذرة كاربون 4 المركب الذي يليه وهو CH3 CH2 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 CH3 بنتان ذرة كاربون 5 المركب اللي يليه هو CH3 CH3 CH2 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 CH3 ويمثل ذرة كاربون رقم 6 وبقية المركبات الأخرى وهو ذرة كاربون 7 هبتان ذرة كاربون 8 أكتان ذرة كاربون 9 وهو نونان ثم ذرة كاربون 10 وهو مركب ديكان لو لاحظنا الفرق بين مركب ومركب سنلاحظ أن المجموعة السابقة واللاحقة تختلف عن سابقها وعن لاحقها بمجموعة CH2 بمجموعة CH2 الآن رح نتحول إلى السابورة عزيزي الطالب بعد ذلك رح نلاحظ عزيزي الطالب كيفية الفرق بين مركب ومركب آخر سبق وأن تكلمنا وقلنا أنه كل مركب يفرق عن سابقة وعن لاحقها بمجموعة CH2 تدعى هذه جميعها بالمتسلسلة المتشاكلة المتسلسلة المتشاكلة سنحاول كتابة تعريف المتسلسلة المتشاكلة المتسلسلة المتشاكلة تعريفها تمثل أو تعني مجموعة المركبات الأضوية المستمرة عزيزي الطالب المتشابهة بالتركيب الأساس والقانون العام وطرائق التحضير والخواص الكيميائية والمتدرجة في أوزانها الجزيئية أي كتلها المولية وخواصها الفيزيائية والتي يختلف 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 كل فرد فيها عن كل فرد فيها عن سابقه أو لاحقه بوحدة بنائية هي المتشابهة والمتدرجة والمتدرجة في أوزانها الجزيئية أي تعني كتلها المولية وأنت سابقا عزيزي الطالب تعرف شنو معنات كتلها المولية وخواصها الفيزيائية والتي يختلف كل فرد فيها عن سابقه وعن لا أو لاحقه بوحدة بنائية هي CH2 الآن عزيزي الطالب نعود مرة ثانية إلى كتابة الصيغ لكل فرد من الأفراد اللي تم ذكرها قبل قليل الأول الوثان الوثان البيوتان البيوتان البنتان والهكسان ولاحظ عزيزي الطالب الوحدات البنائية والفرق بين كل مركب ومركب آخر لاحظ عزيزي الطالب الآن إياي الميثان CH4 هذا هو الميثان الميثان لاحظ نعود على الإيثان C2 H6 الإيثان الإيثان الآن الفرق بين هذه الذرة وهذه الذرة هي ذرة كاربون واحدة لاحظ والفرق بين ذرات الهايدروجين وذرات الكاربون هي ذرة هيدروجين فالآن الفرق بينهم مجموعة CH2 قانون هالعام CN H2N زائد 2 هذا القانون العام عزيزي الطالب لاحظ نعود برة ثانية إلى البروبان البروبان C3H8 ونحاول بعدين نكتب لك عزيزي الطالب الصيغة البنائية لكل واحد من ذول بعد ما رح نتعرف على الصيغة الجزائية نرجع C4H10 هذا البيوتان البيوتان عزيزي الطالب لاحظت؟ اللي بعده C5H12 البنتان C6H14 لو جينا لاحظنا الفرق بين المركب الأول والمركب الثاني المركب الأول والمركب الثاني لاحظنا الفرق بين هاتهم هي واحدة ذرة كاربون واثنين ذرات هيدروجين هذا هنا عدنا نرجع مرة ثانية بين البروبان والإيثان ايضا ذرة كاربون واحدة هنا وذرتين هيدروجين نرجع مرة ثانية البروبان والبيوتان C3 هنا 4 الH8 الH10 ايضا مجموعة CH2 كذلك ايضا هنا لدينا نفس الاسلوب الفرق CH2 5 هنا لدينا وهنا 6 هنا 12 هنا 14 فبيتي حال الفرق قصر عندي ذرة كاربون واحدة عزيز الطالب وذرتين هيدروجين اذا هذا هو اللي احنا وضحنا بهذه العبارة هذه العبارة اعزاء الطالب هذه العبارة اللي هي مجموعة CH2 يفرق عن سابقه او لاحقه بوحدة CH2 هذه المجموعة اللي ذكرناها احنا حاليا واللي كانت امامك عزيز الطالب حسب القانون العام للقانات اللي هو CN H2 N زائد N2 لو حاولنا الان نكتب امامك صيغة بنائية لكل واحد من عدهم نوضح بدءا ب الميثان C 1 2 3 4 هذه ذرات الهايدروجين ذرة الاولى الذرة الثانية الذرة الثالثة ثم الذرة الرابعة هذا هو الميثان نعود الى الإيثان ذرتين الكاربون عزيز الطالب هذه الذرة الاولى وهذه الذرة الثانية لاحظ 1 2 3 هنا وهذه ذرة الكاربون 1 2 3 هذه ذرات الهايدروجين لاحظ عزيز الطالب هذه ذرات الهايدروجين ترتيبها هذا هو الإيثان هذا هو الإيثان وهذا كان عندنا الميثان لو أخذنا البروبان نفس الحالة ثلاث ذرات كاربون وحدة اثنين ثلاثة كم ذرة هايدروجين عندي ثمانية عزيز الطالب وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي ثمان ذرات عندي هايدروجين وكذلك البيوتان البيوتان أربع ذرات كاربون وحدة اثنين ثلاثة ثم أربعة كم ذرة هايدروجين عندي عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لو نقود إلى القانون العام واللاحظ سي اين اتش تو اين زائدا تو عدد ذرات الكاربون عدد ذرات الكاربون تمثلها اين بينما عدد ذرات الهايدروجين تمثل ضعف الان مع إضافة تو عزيز الطالب وكرر القانون العام للقانات سي اين اش تو اين زائدا تو عدد ذرات الكاربون فيها اين بينما عدد ذرات الهايدروجين هو تو اين زائدا تو أي ضعف ذرات الكاربون مجموعة زائدا اثنين فلو لاحظت انه ذرة الكاربون في الميثان كان ذرة كاربون واحدة ضعف ذرة الكاربون اثنين زائدا اثنين اش قد يصير عندي يصير عندي اربعة نعود مرة ثانية الى المركب اللي بعده عدد ذرات الكاربون هنانا هم اثنين ضعف الاثنين اربعة مع اضافة اثنين اخرى نجمعها يصبح العدد ستة نعود للمركب اللي بعده اللي هو البروبان عدد ذرات الكاربون ثلاثة ضعف الاثلاثة هو رح يكون ستة زائدا اثنين الاضافة فرح يكون ثمانة وهكذا بقية المركبات الاخرى عزيز الطالب اذا هذا يوضح انه المركبات في الالكانات تمثل متسلسلة متشاكلة والمتسلسلة المتشاكلة يختلف كل مركب عن سابقة وعن لاحقة بمجموعة CH2 بعد التعرف عزيز الطالب على بعض مركبات الالكانات او البروفينات نحاول الان نوصل الى كيفية ترتيب ذرة الكاربون حسب التكافؤ الموجود امامنا من التكافؤ الرباعي الها ومعرفة كونها ذرة كاربون احادية او ذرة كاربون ثانوية او ثالثية او رابعية نعود وياك عزيز الطالب الى الجدول الواضح امامنا على السبورة اصناف ذرة الكاربون لمعرفة اصناف ذرة الكاربون ندرس التصنيف حسب ارتباطها تصنف ذرات الكاربون حسب ارتباطها مع بعضها في المركبات الى الانواع الاتية اولا ذرة كاربون اولية ماذا تعني ذرة الكاربون الاولية تعني هي الذرة التي ترتبط بها ذرة كاربون واحدة اخرى مثل ذرة الايثان ترتبط ذرة الكاربون في الايثان بذرة كاربون مجاورة لها حين اذن وهذه تدعى بذرة كاربون اولية كما هو واضح كما هو واضح عزيز الطالب لاحظ الاشارة الحمراء السهم الاحمر يعني انه هذه الذرة هي ذرة كاربون اولية ذرة كاربون اولية النوع الثاني من اصناف ذرة الكاربون هي ذرة الكاربون الثانوية ماذا تعني ذرة الكاربون الثانوية تعني هي الذرة التي ترتبط بها ذرة كاربون فقط ذرة كاربون كما في البروبان عزيز الطالب كما في ذرة مركب البروبان ذرة الكاربون الوسطية حين اذن تدعى بذرة كاربون ثانوية لاحظ السهم الاحمر عزيز الطالب لاحظ السهم الاحمر هذه اذن هي ذرة الكاربون الثانوية من كل الطرفين عزيز الطالب ترتبط بذرتين كاربون من كل الطرفين بينما في السابق ارتبطت بذرة كاربون واحدة فقط ومن بقية الاطراف ثلاث ذرات هيدروجين ثلاث ذرات هيدروجين النوع الثالث من اصناف ذرة الكاربون هي ذرة الكاربون الثالثية ماذا تعني ذرة الكاربون الثالثية؟ تعني هي الذرة التي ترتبط بها ثلاث ذرات كاربون أخرى كما في آيزو بيوتان لاحظ عزيز الطالب آيزو بيوتان هذه ذرة الكاربون تعتبر ذرة كاربون الثالثية لارتباطها من ثلاث أطراف ثلاث جوانب بثلاث ذرات كاربون واحدة، اثنين، اثلافة الطرف الأخير حينئذ بذرة هايدروجين وعليه تعتبر ذرة كاربون ثالثية لاحظ عزيز الطالب ذرة كاربون ثالثية والسهم يؤشر على هذه الذرة إذن هناك ذرة كاربون ثالثية في مركب آيزو بيوتان النوع الآخر والأخير وهي ذرة الكاربون الرابعية وليس رباعية أكد عزيز الطالب على أنها تكون بالتسمية رابعية وليس رباعية وهي الذرة التي ترتبط بها أربع ذرات كاربون ولا يوجد للهايدروجين محل في ارتباط ومن ذلك مركب نيو بنتان لاحظ عزيز الطالب ارتباط هذه الذرة مع الذرات الأخرى هذه ذرة كاربون وتحيط من جوانبها الأربعة أربع ذرات كاربون ولا يوجد لذرة الهايدروجين ارتباط وهذا واضح أمامي هذه هي ذرة الكاربون الرابعية وحينئذ تكون عملية الارتباط بالشكل الواضح أمامك عزيز الطالب إذن كذلك فإن نوع ذرة الهايدروجين يرتبط بنوع ذرة الكاربون المرتبطة معها فالهايدروجين المرتبط بذرة كاربون أولية يسمى هيدروجين أولي والذي يرتبط بذرة كاربون ثانوية يسمى بذرة الهايدروجين الثانوية وبنفس الطريقة هناك هيدروجين ثالثي لكن لا يوجد هيدروجين رابعي كما تم ذكره قبل قليل وعليه فأنها لا توجد هناك ذرة كاربون خامسية عزيز الطالب وعليه فأن ذرة الكاربون تكون رباعية التكافؤ وليس هناك تكافؤ خماسي وهذا واضح بالمركب الذي أمامك هنا ذرة كاربون أولية والتي تليها ذرة كاربون ثانوية وتليها ذرة كاربون ثالثية والأخيرة ذرة كاربون رابعية عزيز الطالب نعود إلى التمرين اللي واضح أمامك الآن هو التمرين أربعة واحد التمرين ينص على حدد أصناف ذرة الكاربون والهايدروجين في المركب الآتي حدد أصناف ذرة الكاربون في الهايدروجين في المركب الآتي لاحظ كاربون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هناك خمس ذرات كاربون مستمرة مع وجود مجموعتي كاربون مرتبطة بذرة الكاربون رقم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة مجموعتي مرتبطة بذرة كاربون رقم ثلاثة لو أتينا على ذرة الكاربون الأولى فتكون أولية بينما ذرة الكاربون اللي تليها هي ذرة كاربون ثانوية ذرة الكاربون الوسطية تعتبر ذرة كاربون رابعية لارتباطها من جهاتها الأربعة بذرات كاربون نحاول توضيح ذلك هذه ذرة كاربون أولى هذه ثانية هذه ثالثة وهذه رابعة إذن أولية ثانوية وهنا رابعية هنا رابعية بينما هنا ستكون ثالثية هنا ستكون ثانوية عزيزي الطالب وهنا ستكون رابعية لا يوجد في هذا المركب ذرة كاربون ثالثية باعتبار هناك ارتباطات أخرى مع الذرات الأخرى عزيزي الطالب نحاول في الدروس القادمة إن شاء الله توضيح هذا التمرين مع التمارين الأخرى لمعرفة كيفية ارتباط ذرة الكاربون مع بقية الذرات الأخرى وتوضيح أصناف ذرة الكاربون عزيزي الطالب أرجو أن يكون هذا الدرس درس مفيد لك واستفدت منه ألقاك في دروس القادمة استودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته